اهلا بكم في مقالها تسلط يومية أجردويل مغوكا الضوءة على الفيضانة الأخيرة التي شهدتها المناطق الجنوبية للمغرب وتركز على حصيلة الضحايا وهي حصيلة ثقيلة ما تزال مرشحة للارتفاع حسب صاحب المقالة تتحدث الصحيفة عن أكثر من 32 قتيلاً وعشرة مفقودين في المناطق المنكوبة وحسب الصحيفة دائماً من المرتقب تسجيل تساقطة مطارية وزخة عصفية قوية هذا ما أكدته مديرية الأرصاد الجوية مناطق الحوز سوسماس درعا معنية بالدرجة الأولى تواصل الصحيفة المصالح المختصة في وزارة الداخلية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكية يواصلون عمليات الإنقاذ من جهة أخرى تقول لزكون الفاتورة ستكون ضخمة لكن لحد الساعة لا يمكن تحديد حجم الخسائر التي خلفتها هذه الفيضانة تساقطة المطارية القوية سبب تضرر جسيمة في قطاعات عديدة اختلف حجمها من منطقة لأخرى بدورها توكد الصحيفة أن الحصيلة الأولى توكد مقتل أكثر من 32 شخصا مفارقة محزنة تدين الفشل الحكومية وعنوين صحيفة رسالة الأمة افتتاحيتها جاء في المقال مرة الأيام الثلاثة الماضية عصيبة على الأقاليم الجنوبية وأقاليم الجنوب الشرقي للمملكة كما كانت كافية لبيان حجم الضعف البي والهشش الواضح للبنية التحتية من طرق وجسور وقنطر حيث لم تتحمل تلك الطرق والجسور والقناطر الكمل هائلة من المياه والسيول الجارفة التي أحدثت خسائر في الأرواح والممتلكات وتسببت في حصار مسافرين وعزل قرى نواجر في مساحة مزروعة دق الخبراء والمختصون المشاركون في ندوة نظمتها صحيفة شروق الجزائرية حول تراجع سعار البترول ناقص الخطر وحذروا من الأثر المرتقبة لتراجع سعار البترول ودعوا صنع القرار إلى التعجيل بتغيير النمط الاقتصادي المعتمد ياساسا على ريع البترول تقول الصحيفة انتقد المشاركون في الندوة تصريحة المطمئنة الصادرة عن بعض المسؤولين بخصوص عدم تأثير التراجع في سعر البترول على الجزائر بسبب احتياطي الصرف الذي سيغطي أي تراجع في المداخل إلى يومية الخبر الجزائرية التي اخترت العنوان التالي لمقالها الجزائر دولة فقيرة تعتقد بأنها غنية تكتب الصحيفة اعتبر خبراء أن الدولة الجزائرية تنفق أكثر مما يسمح به الاقتصاد وأن الضرورة تقتضي ترشيد النفقات وضبط التحولة الاجتماعية واتخاذ إجراءة تهدف إلى تحديد سعر مرجعي جديد يراعي سعري النفط والغاز إضافة إلى مسيرة النفقات العمومية للنتيج المحلي الخام لتفادي انفاق أكثر مما ينبغي إذ قدر العجز الفعلي بـ 8.5% من النتيج المحلي الخام وترى الصحف اليوم أن تونس كتبت تاريخا آخر ستفتخر به الأجيال القادمة وسيكون علامة من العلامة المشرقة في المنطقة بعدما ضيعت ليبيا ربيعها العربية ومصر ما تزال متعبة عن تبيعة خيارتها كما أن الربيع السورية حول إلى كابوس مدمر واليمن حولت ربيعها إلى ليال سوداء لا أحد يتوقع نهايتها وحدها تونس أصرت على إنجاح ثورة شبابها الذي خلع الاستبداد واستبدله بالحرية حسب ما ورد في المقال ونطالع في السفير اللبنانية مقالا حول المفاوضة النووية في فيينا التمديد سبعة شهر جديدة للاتفاق المرحلي هو أبعد ما وصلت إليه قوة الدفع لإيرانية الأمريكية التي أخفقته في التواصل إلى اتفاق تجلى ذلك في اجتماعات لستة أيام متتالية تحولت إلى ثنائية في لحظة حرجة للوزيرين محمد جوى الظريف والجون كيري ليخرج الجميع بتفاهم نهائيا بغي له أن يذهب بعد من مجرد تسوية ثنائية على الملف النووية كما عكستها التصريحة المتقطعة لروحاني وكيري وأن يحمل فيرك به صيغة تسوية إقليمية منتظرة لأزمة لبنان وسوريا والعراق وضعت كلها على الرفة في انتظار الصيف والجولة المقبلة من المفاوضات نبقى مع السفير يهودية إسرائيل تستأثر دائما باهتمام الصحيفة جاء في المقال أفلحت كتلة إسرائيل بيتنا في تجميد الصراع حول قانون القومية ونزعفة لتفجير الحكومة الإسرائيلية موقتا بالمطالبة بتأجيل التصويت على مشروع القانون في الكنزة إلى الأسبوع المقبل ما لطف سخونة النقاش الدائر وحسب الكاتب يسمح هذا التأجيل بتدخل أطرافنا بين القوى المتصارعة وربما بمزيد من التأني في التعاطي مع هذا القانون الخطير ومع ذلك ليس مستبعدا أن يسهم التأجيل في تأجيج صراع بين معسكرين في الحكومة والحلبة السياسية خصوصا إذا كان رئيس الحكومة نتنياهو يقصد فعلا تقديم الانتخابات أو تشكيل ائتلاف جديد وتتحدث الواشنطن بوست عن أزمة بين الأردن وإسرائيل بسبب الأقصى ذكرت الصحيفة الأمريكية أن هناك تزايد للحذر في العلاقة بين عمان وتليابيب بسبب التوترات في القدس مشيرة إلى أن العاهلة الأردنية الملك عبدالله الثاني والشعب الأردني يملأهم الغضب من الإجراءات الإسرائيلية في المدينة المحتلة ما يهدد بتحويل السلام البارد بين الجانبين إلى تجمد عميق